اشتركوا في القناة والتحديات هنا على ارضية هذا الميدان في هذه اللحظات تعلن انطلاقة تاسعية شواطنة الذي خصصها للمحليات اللصائل في حضور شعارات ابناء القبائل على ارضية هذا الميدان ميدان المرموم وتحفت ميادين السبقات انطلق مع هذه الاسماء وتقدم مع هذه الشعارات مركزنا الاول تابع الضبي على المركز الاول محمد بن عتيج بن زيتون المهلي يتقدم على المركز الاول ويقدم الضبي على الصدارة والمقدمة المركز الثاني القادمة على المركز الثاني شرف لحمد بن سالم بن سريم الاكتبي يقدم شرف على المركز الثاني المركز الثالث النشلة لسالم بن حمد بن حمود المحارب القادم في هذه اللحظات ناخذ المركز المركز الرابع شعار حمد بن سالم بن مبارك بن حريب الشامسي يقدم العزرة القادمة على المركز الرابع في هذه اللحظات يتقدم وينطلق مع العزرة ناخذ المركز الخامس المركز الخامس العنود لسعيد بن عيلان بن عبدالله المهيري قادم مع العنود على المركز الخامس المركز السادس نتابع وصول علاج سيل بن بخيط باللوتية العامري يقدم علاج القادم على المركز السادس سابع مركزنا الشايبة حسن بن راشد بن حسن بالجافلة النعيمي القادم في هذه اللحظات المركز هذا شعار الجفالي الجفالي النعيمي قادم حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي قادم مع الشايبة الشايبة تتقدم على المركز السابع ناخذ المركز الثامن ونتابع بروق خريبيش بن محمد بن حمد بن حمد لوهيبي يتقدم مع بروق القادمة المركز الثامن المركز الثامن وصل لخيلي هذا شعار لخيلي قادم على ما ظن في هذه اللحظات يتقدم حمد بن قطامي بن صعيد الخيلي يقدم هملولة هملولة المركز التاسع هملولة سيب بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي والمركز العاشر المركز العاشر المتقدم والحاضر الشاهنية لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايلي شعارك يا بوشهيل المتقدم في هذه اللحظات وحد القادمين من ميدان الهباب يقدمون كل جديد في عالم الاصائل هكذا هي النتيجة هكذا نتيجتنا للمحليات الاصائل للذلل مع اول ندانا للعشر المراكز اللولة المتقدمة والحاضرة مشاهدين متابعين الكرام حضورنا الكريم عودة الى الصدار عودة الى شعار المجازف على المركز الاول مع الضبي حمد بن عتيج من زيتون المهير يتقدم على المركز الاول المركز الثاني شرف قادمين هلي المدام حمد بن سالم بن سليم الكتبي يتقدم على المركز الثاني المركز الثالث هذي العزرة قادمة بشعارrol حمد بن سالم بن مبارك بن حريب يتقدم في هذه اللحظات راعي ميراج ينطلق ويتقدم بوشامل يقدم العزر القادمة حمد بن سالم بن حريب الشمسي ناخذ المركز الرابع المركز الرابع العنود العنود قادمة سعيد بن عيناد بن عبد الله المهير قادم مع العنود على المركز الرابع مسيرة إلى المركز الثالث والثاني بدنا نغادر لافتة الخمس كيلو مترات قطعنا ثلاثة كيلو مترات نتابع المركز الخامس والمتقدمة في هذه اللحظات والحاضرة في هذه الانطلاقات هملولا 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 سيب بن خلفان بن مطر بن محمد الشامسي قادم مع هملولا المركز السادس هذه نشلة قادمة سالب بن حمد بن حمود المحاربي يتقدم لمحاربي ويقدم نشلة على المركز السادس المركز السابع وصلت الشايب حسن بن راشد بن حسن بالجفال النعيمي قادم في هذه اللحظات يتقدم شعار الجفال النعيمي في هذه اللحظة على المركز السابع ثامن المراكز القادمة لهايب لهايب بن عثعيث العامري حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري قادم يقدم لهايب اول ندا لهايب المركز الثامن شوف الوصول شوف المتسللة في هذه اللحظات بروق 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 العز قادمة قريبيش بن محمد بن حمد بن حامد لوهيبي يقدم بروق تتسلل في هذه اللحظات وتتقدم على المركز الثامن المركز التاسع المركز التاسع اللي وصلت واللي حضرت في هذه اللحظات نتابع الأسماء المتسللة والقادمة شعار يتقدم مع معز سعيد بن عبد الله بن عيد الاكتبي قادم مقدم معز وانطلاقات معز على أرضية هذا الميدان ناخذ المركز العاشر عاشر الأسماء هذه اللي وصلت وتقدمت في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي نوايا 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 سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم نوايا القادمة هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة على أرضية هذا الميدان شوف المحليات الأصائل الكل في موقع واحد ما شاء الله يدل على قوة التنافس على أرضية ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي المرموم غير عودة إلى الصدارة عودة إلى المجازف بسعيد يقدم الضمبي من أول انطلاقة هذه الأسماء محمد بن عتيج بن زيتون البهيني وبن سليم قادم رعيم شوش يقدم شرف حمد بن سالم بن سليم الكتبية يتقدم على المركز على المركز الثاني حمد بن سالم بن مبارك بن حريب قادم بوشاب يتقدم رعيم يراجم على العزرة العزرة قادمة العزرة قادمة على المركز الثالث ركز يا حمد في هذا الانطلاق الأسماء قادمة الشعارات قادمة المركز الرابع هذه نشلة نشلة المحاربة سالم بن حمد بن حمود المحاربة القادمة نشلة على المركز الرابع والمركز الخامس هملولي هملولي سيب الخلفان بالمطر الشامسي قادمة حملولي يتقدم حملولي في هذه اللحظات على المركز الخامس المركز السادس المركز السادس يأتينا ويتقدم في هذه اللحظات يتقدم وينطلق شعار حمدان بن حمد بطير العامري القادم مع اول ندى لشعار حمدان يتقدم وينطلق في هذه اللحظات يقدم امطلاقة وتحديات القادمة والمنطلقة هنا الكائد الكائد عبدالله بن محمد بصير المحارب قادم المحارب قادم يتقدم بشعار بدعي في هذه اللحظات تابع الاسماء القادمة مركزنا الثامن يحمل اسم الشايب حسن بن راشد بن حسن الجفال النعيمي القادمة في هذه اللحظات واجر عمبارك بن محمد بن نصر قادم وكذلك علاج سيل بن بخيت بن لوتي الحامري قادمة وكذلك لهاي بن حمد بن مبارك بن مسلم بن عث عيث الراشدية قادرنا الثنين كيلو متر يهل المحليات نوايا بن دري نوايا بن دري قادمة نوايا الشبل شالم بن احمد بن دري الفلاحي قادم مع نوايا في هذه اللحظات والقادمة معز بن عيد سعيد بن عبدالله بن عيد الكتبي يقدم معزه وكذلك ياتي عبدالله بن عيد بن حمد الهيري يقدم الشاهينية في هذه الانطلاقات لكن اعود الى الصدارة اعود الى المقدمة المجازف على المركز الاول المجازف ويتقدم في هذه اللحظات بامال منازف يا سلام يا سلام يا رعي الظبي يا رعي الظبي يا رعي الظبي شوف هذا المنظر شوف هذا المنظر على قنوات دبي ريسنج في كل زوايا ميدان المرموم المركز الثاني المحاربي قادم مع نشلى سالم بن حمد لمحاربي لمحاربي وبن سليم بن سليم مع جرعة القادمة لكن هذي هذي شرف 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 حمد بن سالم بن سليم وانت كنت يول MILL دبي رعي القادمة منيف سليم معجز سعيد بن عبد الله بن عيد ونواية نواية نواية بن دري نواية بن دري يا بن دري يا بن سليم المحاربي ومن القادم هم لولاية الشامسي قادمة في هذي اللحظات والواعي الواعي حمدان حمد من بن حمد بالطير الحمري قادم في هذي اللحظات. ياهي معركة في المحليات الاسائلة. شوت رتاسع. وين بيصبح? وين بيصبح? لازالت واللي غيرت. هذي معزة. سعيد بن عبد الله بن عيد بن عيد بن عيد وبن سليم بن سليم ونواية بن دري نواية بن دري والواعي حمدان حمدان بن حمد بطير قادم الحمري اللحظات الأخيرة يا بن عيد يا بن سليم يا بطير يا حمدان يا بن دري يا بن دري نواية. ولكن خلاصة المقدمة مع معزة سعيد بن عبد الله بن عيد الكتابي وشرف قادمة شرف قادمة يا بن هادوب قادمة شرف اللحظات الأخيرة المحليات الاسائلة الذلل المحليات لصائل الذلل بتاريخ اليوم في شوطنا التاسع يذهب الى مالك معزه الى مالك معزه اللحظات اللحي خيره الامتار اللحي خيره يا رعي معز سعيد بن عبدالله بن عيد بن عيد بن عيد بن هدوب بن هدوب روح بناموسي هذا الشوط روح بناموسي هذا الشوط هنا ايالك ناموس معز في المحليات الاصائل المركز الثاني شرف لحمد بن سالب بن سليم لكتبي المركز الثالث وصلت نواية لسالب بن محمد بن ذريل الفلاحي المركز الرابع الواعي لحمد بن حمد بطير العمري المركز الخامس ابعاد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام حضورنا الكريم نعود نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول معز 12 دقيقة 57 بالوفاء والتمام هو توقيت معز تهانينا والناموس سليمالك سعيد بن عبدالله بن عيد من هادوب لكتبي وسلاماتنا الى الشويب المركز الثاني شرف 12 دقيقة 58 جزئين من الثانية تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن سليم لكتبي المركز الثالث نواية لسالم بن احمد بن ذريل فلاحي اللي وصلتنا على المركز الثالث توقيتها الزمني 13 دقيقة وخمس ثواني وجزئين من الثانية تهانينا والناموس للجميع نشتركوا في القناة تنظر